الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة لينبع بأسا سديدا من لدده ويبسع المؤمنين ويبسع المؤمنين الذين يعملون الصادية لأن لهم أجعا لذنى ما كسين فيه أبدا وينظر الذين قالوا اتعلم وولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كهرس كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فعلك باحئ النفس فعلا سعيم إن لم يؤمنوا بهذا الذي سيصفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاهدون ما عليها صحيدا زرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والركيم كانوا من آياتنا عجبا إلا والفسية إلى الكهف فقادوا ربنا آتنا من لدن كأمة وهيئ لنا من أمدنا وجدا فضربنا على آذانهم في الكهف في سنين عددا ثم بأسناهم لنعلم أي يحتبت لأحسن ما لبسو أمدا نحن نكس عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وغبطنا على قلوبهم إذا قاما فقالوا ربنا رب السماء واتوا الله أننا لو من دون إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم لاتهروا من دون إلها آليها 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 لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن افتع على الله يكذبه صدق الله العظيم